صباح الخير مشاهدين الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من أهل مصر عايزين نقول مفيش مستحيل دايماً أول مينفع الشعار أن مفيش مستحيل هي الأم الأم هي اللي بتخليك تمشي رحلة تخطي السعوب بأمان هي اللي تخليك تمشي وتكمل وما تخافش من أي ظروف محبطة معانا النهاردة قصة بدأت بألم وكملت بأمل ونجاح معانا تحدي معانا أم كان عندها إصرار أنها تغير ومش بس ساعدت نفسها هي كمان بدأت أنها تساعد لحواليها معانا النهاردة أستاذة إيمان التبجي خبيرة التمكين والتشافي الذاتي وابنها أستاذ جاسر عماد الدين أهلا وسهلا من أورينا أهلا أخبركو إيه؟ حمد لله أنا وأنتم بألف خير يا رب وأنتم بخير وسعيدة حبيبتي أهلا بحقيكم أستاذ إيمان عايزين نعرف من حضرتك مصطلح اللي هو فايبرو مايانجيا وإيه هي إزاي اكتشفتي الموضوع وإزاي حاولت إنك تتحدي الصعوب أو الظروف اللي وجهتك بص يا جميلة هي النقطة طبعا إن الجزء اللي أنت كلمتي فيه إن أنا نفسي اتحديت التغيير وإن أنا بدأت أعمل الطفرة دي بفضل الله في حياتي هي جد إن كتير قال لي اللي عندك ملهوش علاج اللي عندك ملهوش حل الفايبرو مايانجيا اللي معروف عنها بيفيق معها أتاجس هجوم معين ممكن يصيبك بشلل في أماكن مختلفة بجسمك بيبقى البديئة ده محسسنه هو عجوز برغم إن هو صغير في السن فتخيل أنت عندك مسؤولية أولاد وعندك مسؤولية حياة كاملة وإنت في الآخر ما بين الدكتور وما بين العلاج الطبيعي وما بين الألم وما بين المجهود وكلهم بيحبطوك إن ما فيش أمل ما فيش علاج وطبعا الكلمة اللي كانت بتتقال إيه خففة الاسترس شوي أنا خفف الاسترس الزائر إزاي صح فعلا أنا معي أولا تلات صب يوم منهم طبعا سعيدة إن إنتوا قطعتوني الفرصة دي إن إحنا نكون مع بعض فيها لأن كان جاسر من أكتر الحاجات اللي خليتني لأ أنا محتاجة أفوق بقى لأ قومي فوقي أكيد في حاجة في الدنيا غير اللي إنت فيه هو جاسر الكبير ولا تفتي بقى؟ لا أكيد صغير ماشاء الله 25 و24 وجاسر سعطاشر ولكن جاسر اللي خلي حضرتك إنك ترجعي تفكير لأن التحدي معاه كان صعب بزيادة وبعدين مش عايز أقولك إحنا كنا بقى زمان يعني عرفة اتنين ضرب نار فبعد على طول سويت وصريخ وزعيق وما فيش غير كده وطبعا الحبيبي هو كان في الأخ حتى جاني يقول للناس إيه سبوه سويا هتزعق بعد كي هتنزع لأنه مفيش فمش مش كده سبوه هتزعق بقى يعني وصلنا المرحلة بقى بينفض للواحد بيقوله ده طبعا معاناة الأمهات كلها فأنا في مرحلة القلم دي بالزيت كان دايما فيه سؤال بترد الجوايا هو فيه إيه؟ وأنا جاي الدنيا عشان نفضل مريضة خاصة إن أنا كان عندي الأعراض بيبقى فيها أجزاء سبير شوية اللي أنا اكتشفت فيما بعد ليه كانت سبير قوي كده ليه حدا بالمنظر ده لأن أنا كمان اكتشفت على كبار إن أنا ADHD اللي الناس دلوقتي يعني عاملين عليه مشكلة كبيرة جدا جدا مش عايزة أقول مرض هو تحدي أكتر في تشتت الانتباه وفارط الحركة بالزيط لأن طبعا يعني وإن شاء الله هبقى أتكلم معكي شوية بعد شوية كده في موضوع المنظور العلمي بتاعه من منظور العلم الميتاهلس أنا درسية لكن تخيالي أنت بقى أنا أسف دون أعطي على كلام حضرتك الميتاهلس إيه عشان لو جمهورنا تعرفيننا أكتر إيه هو المستوى هو علم تشخيص الضغوط اللي بتصيب الجسد والنفس فطبعا لما أنت بتفهمي الضغوط دي الأساس بتاحها إيه وتبدأي تحرريها من العمق على مستوى بقى مش بس الجزء النفسي لا على مستوى العضو والخلية طبعا الدنيا بتبدأ تفرق معك كتير لكن أنا وقتها ما كنتش كل ده عرفاء فكان الحل اللي قدامي إيه إن أنا بلجأ ممكن مثلا ألجأ للدكتور نفسي طب يديه مش عارفة حاجة تهدي شوية طب نلجأ لتعديل السلوك أحاول أساعد نفسي بطرق مختلفة العصبية طبعا كتعالية جدا لأن أنت ما بين الألم وما بين هايبرة أنت مش فاهمة أنت أمم هايبرة ليه وما بين أن أنا مكنتش مثلا بعرف أعمل الحاجات العادية اللي الأمهات بتعملها وزي كنت دايما بمعنى إيه بمعنى إيه ستي طبعا الجزء يشهد علي حمد لله أنا ولادي لفهم على كل الرياضات في الدنيا وكنت متهمة أن أنا ما بعرفش أثبت على رياضة معينة فالولاد كده يعني أنا بالنسبة لي أنا أم فاشلة وولادي مش منتظمين وما فيش حزم وما فيش حاجات كثير رجلين حضرتك هني كنت بتقولي أنا مش عايزاي كامل في اللعبة قدرتي لأ أنا قدرتي كواحدة عندها جزء من الهايفار شوية إن أنا ما بقدرش أثبت على حاجة أنا بازهق وما كنتش عارف إن هما كمان معي بيزهقوا يعني حتى جسر حبيبي لما بدأ الدنيا تختلف معانا شوية لأ هو الوقت بقى انطلق وهو الماشي في طريقه برحته لكن وقتها أنا ما كنتش فهم أنا مش بعرف مثلا أذكر لهم ليه مش عارف أنا تقعديني كي أنا ذاكر أبدأ أتعصى بوفرق أنا اللي بفرق فيا حبيبي يشوفوا بني أليان يلهر أوليان دا كامل يستخبى بني تحت المكتب يعني يخاف يعني فطبعا لا دي كالفترة مش سهلة الحمد لله رب العالمين يعني في يوم كده فوقت وقلت لنفسي أكيد فيه في الدنيا حاجة تانية غليل اللي إحنا فيه دا وفعلا ربنا سبحانه تعالى من علي وحطيني في البيئة اللي علمتني وفهمتني أصل المشكلة فين وبفضل الله إزاي حلها والحمد لله بقى لحد ما حصل التطور اللي إحنا فيه حاليا طب حلوة عمي طب نسمع من جاسر بقى جاسر لما ماما تعمقت إنها تعرف إيه هي المشكلة دا فرق معاك في حياتك يعني حكينا كده قبل وبعد كان إيه اللي بيحصل قبل وبعد ما ماما درست أكتر وتعمقت في الموضوع إيه اللي حصل بعد تمام ماشي هي مثلا بدأت موضوع رحلتها دا من عشر سنين تقريبا حقيقة دا بالضبط بس هي الفكرة كلها إن قبل العشر سنين ده دا هي كانت حاجة وبعدها حاجة تانية خالص استعيب بقى قبل كان كمية زعيق كمية عصبية كمية تشتر غير مبررة أو بدون دياء لا يعني هو بقى فورة يعني هي كانت أوفر شوية أوفر حبتين تلات والفكرة بالنسبة لي أنا اللي هو ولا عارف أتعامل معها ولا عارف اللي هو تأهديها تقوم هي متعصبة عليها ولا مفتوضة عمدي فهي الفكرة كلها كانت مرغبطة فإن أنا سيبها هي تهدى لوحدها أو تقعد تهدي نفسها أو تقدر تتعصد بقى خلاص مع العام من زي ما حضرتك قلتي إن برضو جاسر كان عنده بيواجه تحدي لـ ADHD فهو كمان كان عنده نفس الهايبرة اتخالي اتنين ما هيبارينا عدنين مع بعضي طبيعي في إما كنا بنقعد نخبط في بعض جامد يا إما كنا كل واحد بيروح في طريق الواحدة هيدي الفكرة بس هو كان يخلينا نعدي الأيام دي هيدي الفكرة بس غير كده هي الفكرة كلها برضو في الـ ADHD يعني مثلا أنا كجاسر بـ ADHD أنا هادي شواء يعني كعصبية أنا مبتعصبش كتير بس بس بتخنق أو بزع زي ما ما بتقول مثلا في الرياضات يعني عمتاً أنا بتمنح حقك كتير يعني منهم البركور منهم كونج فو كنت بالعب برضو حقك كتير كالات برضو بلعب الـ ADHD فالفكرة كلها ان انا كل شوية بتنقل من رياضة الرياضة او من حاجة الحاجة في حياتي عمتاً حتى في الجامعة مثلا بغير ميجرز كل شوية يعني هيدي الفكرة كلها ان انا بزع كتير هيدي الفكرة بس ماما بعد ماشاء الله الحمد لله بعد العشر سنين بقى اللي هي عادتهم لا الفرق فرق بأمانة كان واضح يعني لو هي بقيت لوحدها كده ليها مسلا قاعدة في الوضب عم اتكلم نفسها وتقول اهدي ايمان اهدي ايمان فأنا مش فاهم هي بتعمل ايه لا انا فاول تشريك تغلي على نفسها لا فاول الطريق فاول لا ودي حاجة حلوة ودي حاجة حلوة على فكرة تعلمتي يوجا وازاي اتنفس عشان هدي العصبية ويعني عشان بردو كان الفيبرومالجي عندي طبعا الاتاكسك بتبقى جديدة اه طبعا والدكتور طلب مني قال انت لو معرفتيش تهدي انا ممكن ما عرفش حتى فك العضلات بعد كده يعني مش عارف عمل لك ايه للدرجوة دي اه اه الحقيقة يعني الحمد لله فوقتها بقى كان البداية خلص البسيطة لانا لسه متعلمتش اي حاجة بس ايه تعلمت شوية تحركة يوجا ازاي تنفس ازاي اعمل فاكنت اخد نفس وليه دي امان حتى انا بقول ليه دي امان بعصبية برضو فهو حتى جسك انت بتقول ايه في الاول لا 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 ماما ماما صايتها فعلا الفكرة ان البيت كله متعود عليها كا هي حد عصبي اه بالزبط فما روح لقينها بتكلم نفسها فالموضوع مش يطم من خالص لاي بني ادم في البيت فبالزبط بس فلا وبعد كده بعد ال بعد كمية الدرسات اللي هي عملتها وكمية الاتفانشيرز اللي هي قابتها عمتا دي هي هي بقيت يعني بقينا انا وهي عارب كتير بقينا بنسافر مع بعض بقينا كل شوية بنتلكك ان احنا نشوف بعض مسلا بنحب نتفرج على اي حاجة مع بعض مسلا مسلا بدل ما انا تفرج تحت في البيت لوحدي وهي فوق لوحديها مسلا على حاجة موينة تتفرجوا مع بعض مسلا او بنشوف حاجة نبدأها مع بعض مسلا بس فده هي الفكرة ان انا انا كجاسل لما شفتها بتحاول قوي ان هي تغير من نفسها وان هي تبا بني ادم احسن انا انا كجاسل انا ما اقدرش ان انا ام حاجة غير ان انا اعرض لها او ان انا سعيدها في الطريقة ده حاجة حوله جدا منك والله يعني السفوء الدعم مهم اوي يعني انا يكفي ان لما هو صدق في الرحلة اللي انا مشتها هو اللي بيشجع اصحابه يجو يحضروا اليفنتات اللي بعملها ويسمعوا المحاضرات اللي بعملها هم نفسهم لما شافوا التغيير اللي حصل مع جاسل لان هو برضو خلونا برضو نعرف حاجة مهم يا جماعة عن اليد انش دي الاساس بتاعه صدمات خوف على البقاء اوكي ده بيولد التشتت وعدم امان فبيولد هايبارة انت طول ما انت بش حاسة بامان بتقعد يتلفتي حواليك طول الوقت طبعا اوكي فانت التشتيت بيجي ان انت بتحس ان احتياجاتك الاساسية مش ملباة والهايبارة بتيجي من عدم الامان فكل ما بتزودي الاحتواء والطبطبة والهدوء وانك تشوفي ايه الاساسيات اللي ابنك او بنتك محتاجينها ومش اللي انت فاكرة ان انت عارفة تدي او اللي انت فاكرة ان هم محتاجين وحتى يعني داسر عارف انا لما بتديت السك روحت وقلتلهم انتوا عاوزين مني ايه انتوا تحبوا اعمل ايه الاحتياجات من وجهة نظرهم مش من وجهة نظر حضرتك ايه يعني عاوزين يبقى الاحترامة بيني وبينكو ازاي عاوزين نوع الحرية بقى شكلها ايه المساحة المساحة دي حاجة حلوة جدا على فكرة دي كانت البداية الاساسية اللقط على الحروف حتى في ابسط التفاصيل في علاقتكم دي اكيد فرقت كتير فعلاقت حضرتك باولادك وخصوصا بجاسر زي ما حضرتك وضحتك دخلت مثلا لقيته بيتكلم في تيرفون سوري خلاص اوكي انا خارجة يا جاسر احترام اللي بساحة اه انا معايات تيرفون مش هقدر اتكلم حتى لو بيتكلم اصحاب ومليش دعوة اخبط على البيب قبل ما خش يعني هو طبعا حيموت نفسه مفتاح القوضة اقول له ليه انا مخبطي البيب مفيش مفاتيح انا مخبط خلاص مفيش مفاتيح مفيش مفاتيح انت حريتك مصانم فدي حاجات كلها انا لما قدرت احتوي نفسي واتصالح معايا وابدأ اشوف النقاط الجميلة ان يا جماعة كل الصدمات لها جانب مضيق وجانب مظلم الجانب المظلم اللي هو الصدمة نفسها والمشاعة اللي بتحبس فينا والقلم والحزن والدي طبع نحرر الجزء ده فبيتبقى ايه الجزء بقى المنور المواهب الكاريزمة التالنس المختلفة اللي عنده مثلا فلما مجرد لانا قلت له انت انطلق انا مش هكبرك على حاجة انا مليش دعوة بقى انت قد نفسك فهي اهم نقطة سبتيله الاختيار بالصدر زي ما انا بدت لنفسي حرية واختيار حراتي الاختيار وبدأت شيء مسئولية ان انا ليه دور في الحياة وان شاء الله قوم به هو نفس الحكاية برده فانت اللي حكي لنا بقى لما انت بدأت يا ريك نسمع منك يا جاسر يعني انت بتقول ان انت كان عندك مواهب او جربت في كذا رياضة لغاية ما حاسيت انت بترتاح او بتنبسط في حاجة معينة احكي لنا بقى انت كنت فكرت ازاي او مريد المرحلة دي كتت عاملة ازاي هي الفكرة برضو ان لما بتلاقي ان مثلا انت متعودة طول عمرك ان شخص معين هو المعاكي في اختياراتك او بيساعدك او بيوجهك دايما دي بتبقى راحة وفي نفس الوقت برضو حاجة مش لذيذة ان مش انت اللي بتقودي حياتك بس في نفس الوقت برضو انا خدتها من منظور تاني انا اللي هو لما لقيت ماما مرة واحدة بتتنحى عني تماما انا بتقررت ان دي حاجة واحشة واللي هو انا مش عارف طب انا هعمل ايدي اللوقتي من غيرها مسلا عشان كنت صغير ساعتها يا سن قد ايه بنتكلم مسلا عشان برضو السنين مش هايشين انا كان عندي تسعة سنين مسلا لما بدأت راحلتها بس لما بدأت تنحى بقى منا خمس سنين كده بقى يعني وانا عندي خمسطاشر سنة اربعطاشر سنة فمازال برضو كنت بس صغير صراحة فاللوقتي كنتش عارف انا مفروضة هعمل ايه هتجرب ايه طيب انا دلوقتي ماشي في طريق الواحدي معيش امي مثلا ليه كنتون عمرها معي بس انت صاحب قرارك وصاحب اختيارك ده اللي انت عايز تقول انا في الخلفية يعني انا موجود ان خلقها انا بس لفي حاجة ولط فبس فجربت كذا حاجة في حياتي عامة انا حاجات كتيرة قوي كالات كتمرين كرياضات عامة كصحاب كمناطق اروحة بس بداية تكتشف نفسك من جديد بكتشف نفسي وبكتشف العالم هي دي الفكرة برضا ان انا قلت ليه لا اي حاجة بعملها انا مش بكر ان انا هعمل حاجة انا بسيبها ربنا وانا بامشي في طريق اللي بيحطه قدامين بعمله مش فريق لي انا هعملي النهاردة عمري بفكر البكرة انا بطول عمري بفكر النهاردة انا هعمل كذا بتعيش يومك بالزبط يعني حتى اصحابي بيكلموني بيقولي انت بكرة تعمليه والهم ما عرفش بكلموني بكرة النهاردة هنعمل ايه يالله هنعمل كذا بالزبط يعني ما هنفقش حد ييجي يقولي تعالي ننزل يومك خميس لا بيوم بيوم طب احنا معنا فيديو ياريت شرح لنا اكتر عنه برضو ده هنا ده فلو كنت عامله باركور وانا بتمرن زمان من ست شهور تقريبا كده ونعمل فيديو ده من اكتر الفيديوات اللي نعمل بحبها علشان هو فلو نفسه الطريقة اللي انا عملتها بيها ساعتها كانت حلوة وكانت بقى عمري وعملت الفيديو كده انه هو تراك معين انا عملته في دماغي وقلت ان انا هعمله حطيت كل حصان مثلا وحطيت المرتبة وحطيت كل حاجة زبطتها واتلقيت وعملت الحركات دي كلها بس ويعني حديت نفسك يا جاسر في الفيديو ده بمعنى ان ده اللي انت عايز تقوله هي الفكرة كلها ان الحركات دي مثلا رادي انا بعرف اعمله بس الفكرة ان انا اركبها كلها مع بعض ده بيابقى عزيز ان انا كانت أعملت من تاني محاولة لمسال الفيديوات اللي انا بنزلها في ساعات بعض ست مرات في ساعات بعض اليوم كامل باسور في فيديو واحد فيديو انه كانت من تاني مرة وحتى في الآخر من غير الساوند اللي أحطه مثلاً كانت بقول ساكند راي ولا الموضوع كان دي حاجة ممتازة جداً بجد يا جاسر والله طب قل لنا إيه مواهبك الثاني إيه المواهب أقل اللي أنت بتحب تعملها إلى جانب البركور زي ما أنت بتقول دعيب الأكثر الجيتار كنت في باند من قريب عملت حفلة بس الباند دي سبتها لأن اللون اللي هما بيلعبوه مش نفس اللون اللي أنا بحب ألعبه مع أن هما ناس فعلاً من أحسن ناس اللي أشوفتها في حياتي ومن أحسن ناس اللي أعبتها بس بالذات في الباند أو في الفرق أو في الحاجات دي كلها لازم تكونوا كلكم على نفس الخط أو يعني على قريب من نفس الخط مثلاً بيلعبوا عربي شرقي أم كلسوم وعمر خرش دي حاجات دي كلها أنا بحب ألعب روك بحب ألعب ماتل بحب ألعب حاجات أخشن شوية بس ما بحبش حاجات الهادية خالص ما تحبش حاجات التقلودية بتحيب يبقى ليك لونك ودماغك انت اللي أعبتك دي حاجة حلوة جداً 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 وفي ناسات ما أحبش أن أنا أكبر الناس إن إيه تلعب حاجتي وما أكبرش نفسي إن أنا أعب حاجة الناس والله أنا مبهورة بالناغه يا بسازة إيمان ما شاء الله بجد والله لأ دي حقيقة شايفين مبهورة بالناغه وقولوا يا جماعة إحنا فخورين إحنا فعلاً فخورين لأن كل حاجة تحدي مرينا منه لا إحنا طلعنا منه أقوى وطلعنا أقوى وطلعنا بصورة يعني فيها قربة أكتر وفيها تفاهم وفيها أمل لذيذ بقى للي حوالينا كمان يعني يعني بقينا إحنا النموذج لغيرنا بالذات مثلاً أصحاب جاسر حبيبي يعني أنا بعتز جداً جداً بصدقتي أنا ليهم نفسهم الحقيقة يعني بيبقى لي الشرف كي لما حتي مجي يقولي يا طنطن عاوز أعد أتكلم معيك عاوز أحكي لك حاجة طبعاً مسؤولية بس مسؤولية لطيفة ولزيزة وقريبة للقلب طبعاً طبعاً حلوة قوي برافو والله يعني الفكرة كمان إن اللي في سن جاسر دلوقتي كل اهتماماتهم إيه الموبايل أنا نازل مع أصحابي قاعد في كافي لكن لما أحد بيفكر بالشكل ده في السن ده دي حاجة طبعاً مميزة جداً وحاجة مش عند كل الناس فأنا بحييكي والله وبحييكي جاسر بجد برافو عليك والله مبسوطة بيك قوي هي نصيحة لكل أم ما تخفيش ما تخفيش الولاد بيفهموا كويس قوي وعرفين مصلحتهم كويس قوي بس إحنا نديهم الفرصة نديهم المسؤولية كده وهم بإذن الله يعرفوا يشلوها خليكي بس كده دايماً سايبة خط الاحترام موجود خط الحرية موجود وتوكلي على الله لأنه هو الوحيد اللي حيحفظهم لنا وربنا يعني يكرمنا جميعاً بإذن الله يا رب طيب أستاذ إيمان إحنا عرفنا حقيقة نضمتي لمبادرة 100 مليون صحة نفسية وطبعاً من اسمها إن هي بتهتم بالصحة نفسية ممكن تحكي لنا عنها أكتر وعن الفعاليات بتاعتها الحقيقة من أهم الفعاليات اللي إحنا حضرناها واللي كان جاسر معي فيها واللي التعليق برضو جالي إن جاسر كان فخور بي وأنا جوه المنتدى وأنا بقولي كلمة بتاعتي واقف بيصورني وبيدعمني لأن جاسر دا حاجة بقى المبادرة مهتمية جداً بعميلها اللي هي إيه؟ المسعف النفسي هيعملهم إن شاء الله بإذن الله طفرة كبيرة جداً جداً في غير المتخصصين في أي مجالات نفسية هيحطوهم على التراك إن هم يقدروا يعملوا أي إسعاف نفسي في أي وقت أنا شايفة إن الإسعاف الجسدي والنفسي هم واجهان لعملة واحدة العملة دي هو الإنسان ما ينفعش دايماً يبقى عندي الإسعافات الأولية للجسد من غير الإنعاش الآخر أنا النهاردة لما جاسر بيكون حد من صحابه تعبان ومجرد معاه بس كام حاجة من اللي أنا أترسلهم بس عارفها وبسرعة يروح يساعدهم هو مش كده بيعمل إسعاف لهم؟ طبعاً مش كده هو حيساعد إن بدل ما الشخص ده يغرأ في المشكلة يقدر يقوم فتخيالي بقى ماشاء الله المبادرة مهتمية بالمدارس والجامعات وطبعاً معهد الأورام والقرى والبلاد كله بقى لهم ثلاث سنين على أرض الحياة دكتور عائشة يعني مستشارة السلوك التربوي الإيجابي شخصية أنا معتزية جداً عرفتها وعرفتها سبحان الله الإعلان كده جايلي يعني قدراً وأنا دخلت المبادرة ودخلت المنتدى وقتها وبعدها طبعاً تشجعت جيدة جيدة المبادرة لإني لقيت كل اللي كان نفسي فيها يتحقق في المدرسة بدأوا يعرفوا زي يتعاملوا مع مشاعرهم يتعاملوا مع نفسياتهم عرفوا من هما يتخطم أي أزمة ممكن يعدوا بيها المدرسة ما أنت بشلس تكوني متخصصة بقى حصلت حالة في المدرسة عرفت على طول تسعب في الطلبة واتطلحوا مثلاً ربنا يعفينها طبعاً حالات الطلاق بيبقوا الولاد في أزمة نفسية كبيرة جداً جداً في الانتصال طبعاً لو هي عندها الإمكانية أنها تعمل ده تخيالي أنت لو كل حد قدر أم زوجة أولاد شباب كبار دكتور في جمعة مدرس كل ده عنده الإسعافات الأولية النفسية اللي يقدر يقوم بيها مع أي شخص حواليه طبعاً تخيالي الدنيا ممكن تمشي زي لا اختلاف كبير طبعاً أكيد أنا النهاردة حصل وفاء صدمة مفاجئ أنا في الموقف لسه بعد إحنا راحين نلحق أن نعالج نفسي وراحين نعمل أي حاجة نحتاجين إسعافات في اللحظة إسعافات نفسية طيب عارفين بنقول إيه نبقى عارفين نتعامل ونحتوي الموقف إزاي طبعاً إن شاء الله دبلومة المسعف النفس دي من أقوى دبلومات الموجودة حالياً في هذا المجال معتمدة من جهات كتيرة جداً من هيئة الأمم المتحدة وإن شاء الله بيزنا جماعة عن شمس يعني فلا المبادرة قوية وفيها ناس جميلة جداً 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 وليهم أثر على الأرض بقالوا فترة وأنا كنت لسه حضرة في طر معاهم وكمان أحلى حاجة فيهم إن هم بيشجعوا كل حد بيخش من أول صغير للكبير أي كله كله ما فيش فئة عمرية محدبة ما فيش أنت قوم بدورك شوف حتساهم إزاي حتشترك إزاي فالروح نفسها جميلة الحقيقة طب أستاذ إيمان يا ريت عايزين حضرتك تقول لنا نصيحة لكل أم بتمر بهذا التحدي تعمل إيه؟ تبدأ إزاي؟ تاخد بالها من إيه؟ أو ما تعملش إيه؟ اللي أنا حابة أقوله لكل أم واللنس كلها يا جماعة الصحة النفسية مش رفاهية ده شيء أساسي أنا لو ما اهتمتش بصحتي النفسية كأم أشوف أخد فاصل إزاي عشان أعرف أواصل إزاي أعرف أساعد نفسي أي أصالح اللي بيديقني أبدأ أنا أنامي مهاراتي أنا كستة كأنسة كرجل كامراء أين كان أنامي علشان أنا لما حكون كده وأكون أكثر ثقة بنفسي وأكون أكثر قدرة على الإنتاجية ده بالتالي حيي ولادي لما يشوفوا هذا النموذج هم هيعملوا محاكاله تلقائي طبعا المجهود في الصراع في الخناء مش حبقاله بقى معنى زائد اني مهم جدا احترم الفرقات الفردية انا عندي اخواته لا مش بنفس الاكتيفتي بتاع الجاسر ما جيش اقوله انت ليه ما بتتحركش وما جيش اقول الجاسر انت ليه ما بتقعدش لا ده شخصيته كده وده شخصيته كده استمتع بكل المتاحلية بشخصياتهم بدون ما افرد تغيير نمط تغيير معين على اي حد اللي عايز يتغير هو اللي يتغير طبعا طبعا طب جاسر لو تقول بقى كلمة لماما توجهها في عيد الام تحب تقول لها ايه اقوم طيب اقوم اللي قدر اقوله لماما عن مثل نعقوها شكرا شكرا ان انك من كتر ما حاولتي ده اللي خلى علاقتنا تبقى كده اه بي بي والله دي حاجة جميلة قوي والله دي احلى كلمة دي احلى كلمة ممكن نسمعها النهاردة من ابن مقدر لمجهود والدته اللي حاولت ان هي تساعده تساعد نفسها وكمان تساعده احنا ساعدين جدا جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة وجاسر كمان نورتونا شكرا نهلا جدا جدا يعني على النكوة تحتاجنا الفرصة دي مع بعض بسراحة دي احنا اسعد والله مستي جدا لحضرتك ووجودك معنا شكرا جدا جدا للمتابعكم النهاردة للمتابعكم شوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من اهل مصر اشتركوا في القناة